خلاف مكتوم بدأت تطفو بوادره على السطح بين الجيش الليبي وحكومة الوحدة الوطنية مع إرجاء الحكومة أول الزيارات لرئيسها عبد الحميد دبيبة إلى مدينة بنغازي مصادر أكدت أن سلطات مطار بنينة في بنغازي منعت وفدا أمنيا خاصا تابعا للحكومة من النزول من الطائرة واعتبرت مجيئه إهانة لقدرة بنغازي على حماية الدبيبة كما أشرت المصادر إلى أن من بين أفراد الوفد الأمني عناصر ميليشيات قاتلت الجيش الليبي تأجيل الزيارة يسلط الضوء على استمرار الانقسام في ليبيا والذي تجلى مؤخرا في تباين المواقف إزاء وجود القوات التركية خاصة بعد تصريحات دبيبة أثناء زيارته لتركيا حيث دافع عن أهمية الاتفاقية الموقعة معها من مظاهر هذا الخلاف أيضا هجوم مجلس الدولة في طرابلس وتنظيم الإخوان في ليبيا على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأجنبية من بلادها وبحسب محللين فإن إشارات سلبية عدة يحملها تأجيل زيارة الدبيبة على تقدم العملية السياسية في البلاد وسط مخاوف من سيطرة الخلافات على المصاري ديمقراطي والتهديد بإمكانية عودة البلاد إلى دائرة العنف بينما لا تزال الجماعات المسلحة منتشرة في ليبيا ويبقى الطريق الرئاسي الفاصل بين خطوط الجبهة مغلقا كما يتحدث البعض عن تراكمات ما زالت تقف وراء رفض شعبي في بنغازي للحكومة الليبية خاصة بعد تصرحات دبيبة في طرابلس أثناء لقائه نازحين من بنغازي حيث قال إن المدينة ستعود مجددا إلى الوطن ليؤثر غضبا بين أبناء بنغازي الذين تعالت أصوات بعضهم رفضا لاستقباله العثور لاستقبالت أحدد